أهلا بكم من جديد تصنف الأمم المتحدة السودان ضمن الدول الأكثر تضررا من الألغام الأرضية والمتفجرات وتعد ولايات شرقي السودان من أكثر المناطق التي تأثرت بانتشار الألغام خلال فترة حرب تسعينيات القرن الماضي في المنطقة إذ تسببت في سقوط آلاف من سكان ولايات الشرق بين قتيل وجريح لم يدر أن سيره في بعض الطرق الجبلية جوار قريته سينتهي بفقدان إحدى يديه لغم أرضي تسبب في بتر كف يده اليسرى بدلا من مد يده طلبا للعون دفع بها نحو مهنة يراها كثرون صعبة عليه غسل الملابس أصبح مصدر رزقه الوحيد بعد إصابة منفكة يسترجع لحظاتها المؤلمة شفت اللغم ده وحاولت استطلع لي وزاد شنو وأنا ما عارفه طبعا ودت شنو بشوفه وقعدت شفت البتاع ده بهبش فيه وانفجر طبعا فحل هذا انفجار ده شال من اليد اللي كانت ماسكاه هنا يخبرنا محمد آدم الذي فقد زوجته وابنته جراء انفجار لغم أرضي عن تداعيات أخرى يتحدث عن تجاهل حكومي لضحايا الألغام وإجراءات يصفها بالعقيمة للتعامل مع حقه للموت اللي أفتات الفيزاتة ما تنشاف من بعيد في نفس الوقت المناطق ظل ما فيها ما فيها شارع قبل أن يسقط ضحية أخرى نجحت وحدات مكافحة الألغام في تفجير هذا اللغم خلال السنوات الخمس الماضية أبطل المركز القومي لمكافحة الألغام مضعول ما يزيد على عشرة ألاف لغم في مساحة مليون وثلاثمائة ألف فدان زرعت بالألغام شرقي السودان خلال فترة الحرب رغم هذه الجهود يتحدث مسؤولون عن ضرورة مسح شامل للألغام في ظل انتشار ذخائر ومتفجرات في بعض المناطق في لجنة محلية هنا ويمكن قدروا يتحصلوا على قرانيت ورصاص كان مخبأ في كهوف حوالي 30 كيلو شمال قرورة ما زلنا نقول أنه يكون في مسحة واسعة للمنطقة كلها آخر إحصائية رسمية لمصاب الألغام بشرق السودان وثقت لأكثر من ألفي مصاب نسبة قابلة للارتفاع في ظل عدم معرفة كافة مواضع انتشار الألغام والمتفجرات في هذه المنطقة رغم مرور سنوات على حقبة الصراع المسلح بشرق السودان إلا أن بعض شواهده ما تزال ماثلة وإن لم تبدو ظاهرة للعين فحتى الآن لا يعلم بالتحديد النسبة المتبقية من الألغام تحت الأرض خلال فترة الحرب ما يجعل التحرك في مثل هذه المناطق ضربا من المخاطرة يقول السكان هنا نزار البكداوي العربي جنوبي توكر شرقي سودان وينضم إلينا من الخرطوم الصادق عبد المدير التنفيذي للحملة السودانية لمكافحة الألغام أهلا بك أستاذ الصادق معنا إذا نحن اليوم نطرح مشكلة تمتد من تسعينيات القرن الماضي أستاذ الصادق هل الجهود التي تبدلها الحكومة يعني توازي حجم الانتشار الكبير لهذه الألغام بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الحكومة السودانية منذ العام 2004 وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة لنظافة حقول الألغام وأثار مخلفات الحروب في كل مناطق السودان في الشريك والجنوب سابقا قبل الانفصال وولاية جنوب كردفان فحقيقة الاتفاقية امتدت لمدة عشر سنوات فالفترة بتاعة العشر سنوات الأمم المتحدة التزمت بكل مطلبات إزالة الألغام وتنظيف الطرق والمزارع وأطراف الجبال والغرى والمدن وكل المناطق المتأثرة كذلك الحكومة السودانية وعبر الجهاز الوطني لمكافحة الألغام نفذوا البرنامج إلا أن الفترة الزمنية لم تكن كافية لتعقيدات الحقول المزروعة في السودان ففي مجموعات كبيرة جدا من الألغام زراعة غير المناهج والطرق المعمول بها في الأمم المتحدة أستاذ الصاد عفواً نعم عفواً على المقاطعة نعم هل هذه الحقول هي المعقدة والانتشار العشوائي هو المعقد أم أن العمل المؤسساتي في السودان هو المعقد خاصة وأن هذا العقد الذي تحدثت عنه والذي يستمر لعشر سنوات مع الأمم المتحدة يعني ربما يكون وقت أكثر من كافي للتخلص من معظم تلك المخاطر المرتبطة بالألغام خاصة أن الألغام لا تتكاثر لا الحكومة السودانية التزمت التزمت بالمطلوب منها في تنظيف المناطق المهددة والمناطق الخطرة المزروعة بالألغام لأن الحكومة اعتمدت على الأمم المتحدة وعلى مكون منظمات المجتمع المدني فالمنظمات اتأهلت وأخذت دورات تدريبية كافية ومارست العمل واشتغلت في إزارة الألغام لكن الفترة بتاعة العشر سنوات ما كانت كافية فالحكومة الثانية قامت بتقديم طلب لتمديد الفترة وقد تم تمديد الفترة لأربع سنوات لكن لظروف اقتصادية وظروف أمنية لم تتمكن الحكومة السودانية من نظافة كافة الحقول المؤسرة أو المهددة لحياة البشر أستاذ الصادق معك كل الحق تلك الفترة أيضا مر السودان بظروف صعبة إن كان سياسية وأمنية واقتصادية كما ذكرت حضرتك لسيما السنوات القليلة الماضية لكن ما علاقة الأمم المتحدة على سبيل المثال بمسألة الأحصاء يعني الحكومات السودانية المتعاقبة حتى أنها لم تبذل جهدا كافيا بموضوع الأحصاء ليس هناك أي أرقام دقيقة حول أعداد الضحايا حول مصير الضحايا طبعا ممن فقدوا حياتهم نتيجة الألغام أو ممن أصيبوا بإعاقة مستدامة نتيجة تعرضهم طبعا لتلك الحقول الحكومة السودانية وعبر المركز الغومي لمكافحة الألغام بمساعدة مكتب أونماس المسؤول عن إدارة البرنامج في السودان براعو للحقول التي تم حصرها وترغيمها فلم تترك سودان بل تم وضعها في برنامج إيميزما برنامج المعلومات التابعة للأمم المتحدة فكل الأحصاءات للمصابين والغتلة والتأثر من الحروب محفوظة وموجودة في برنامج إيميزما بالمركز الغومي لمكافحة الألغام نعم الصادق عبد إذن المدير التنفيذي للحملة السودانية لمكافحة الألغام كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك مشاهدينا كانت هذه قضية اليوم انتظرونا غدا مع قضية جديدة والآن عودة إلى نضال متبقى من أخبار الظاهرة شكرا لك دين شكرا